السلام عليكم ورحمة الله مقاطع بيريفيكس صافيكس هامة في اللغة الانجليزية المقطع الاول عندي مقطع سايبر وده بيبقى في بداية الكلمة وتشير الى كلمة انترنت يبقى كل ما يتعلق بالانترنت استخدم المقطع سايبر مثل كلمة سايبر بوليينغ ومعناها الترمر على الانترنت سايبر طبعا هو بيريفيكس بأتي في اول الكلمة المقطع الاخر هو في ايضا بيريفيكس وهو الان وهو يشير الى اوبيزيت بمعنى مضاد الكلمة يبقى ان بضعه قبل الكلمة لأشير الى المضاد زي هابي سعيد لو اخليها غير سعيد تبقى ان هابي حزين في عندي برضو قايند لطيف ان قايند غير لطيف المقطع الثالث معي هو مقطع الان سي اي وده بيجي في اخر الكلمة وده كده صافيكس يعني اللاحقة في اخر الكلمة ده بوظفته ايه تحويل الفعل الى اسم ايه تحويل ايه تحويل ايه تحويل الى اسم مثل اتشيف بمعناها ينجز اتشيف معناها ينجز اضف لها ام اي ان تي تبقى اتشيف منت معناها انجز المقاطع برضو الهمة في الصافيكس والبرفكس عندي المقطع اي ال وبرضو في اخر الكلمة يعني هو كده صافيكس بقى ده بيعمل ايه ده تكوين الصفة بيكون صفات في لغة الانجليزي مثله كلمة ايه سوشل اللي معناها اجتماعي عندي برضو المقطع اللي بيجي برضو في اخر الكلمة يبقى كده صافيكس اللي هو الاي في اي ده برضو يستخدم في تكوين الصفة او تكوين الصفات مثل بوزيتيف بوزيتيف معناها ايجابي وعندي برضو نيجاتيف معناها سلبي من المقاطع الصافيكس ايضا ايجابي ايجابي برضو يستخدم في تكوين الصفة او تكوين الصفات مثل كلمة انكشيس ومعناها متوتر عندي برضو صافيكس في نهاية الكلمة اللي هي الاي دي طبعا برضو استخدم في الماضي البسيط بس هنا بيتكلم على الاسماء وبردو بتستخدم في تحويل الفعل الى صفة برضو على الافعال تمام زي مثلا كلمة امبرازد اللي معناها متحرك امبرازد معناها متحرك او محرك عندي برضو عندي برضو حرف الواي وبردو بيجي في اخر الكلمة يبقى هو كده صافيكس صافيكس يعني في ايه اخر الكلمة بايدو يستخدم لتحويل الفعل الى صفة تحويل الصفة الفعل الى صفة زي مثلا كلمة سكيري سكيري معناها مرعب او مخيف عندي برضو من المقاطع الصافيكس اللي بتيجي في ايه اخر الكلمة الاي اين جي برضو برضو نظر عن الزمن مضرر مستمر او غيره برضو ده يستخدم لتحويل الفعل الى صفة زي اندرستاند اندرستاند اللي هو بمعنى يفهم اضطلها اي اين جي بقت ساني اهده بقت تفاهم او متفاهم كده بقت صفة متفاهم بقى كده عندي ان شاء الله الاي ار برضو صافيكس في اخر الكلمة الاي ار دي هتشير الى person شخص يبقى كده تقون اسم الفعل بخليها شخص عموما هي person يعني شخص زي مثلا كلمة teach يعني يدرس او يعلم حاطلها teacher بقت معلم او مدرس عندي برضو تين ايج تين ايج هدف لاي ار بقت تين ايجر بمعنى مراهق تين ايجر بمعنى مراهق بقى كده عندي ال ال واي سواني ال ال واي ان شاء الله برضو هي عبارة عن صافيكس وبتجي في اخر الكلمة ودي تحول الصفة الى ظرف او حال ودي كتير جدا زي مثلا sad معناها حزين هتبقى sadly معناها بحزن sadly هي الظرف او الحال ودي برضو كلمة complete complete اللي هو معنى معنى كامل يبقى completely اللي هو بشكل كامل ضفت لها ال واي او معناها تماما كمان معناها تماما ما زالنا برضو ان شاء الله في ال ال واي اللي قلنا بنحول الصفة الى بنحول الصفة الى بنحول الصفة الى ظرف زي مرسلن برضو calmly اللي بمعناها بهدوء عندي برضو deeply معناها بعمق وعندي badly معناها بشكل سيء luckily الحسن الحص يعني كده عندي miss ودية prefix بريفكس يعني بتجي في اول الكلمة دية تشير الى الخطأ يعني تشير الى wrong شيء خاطئ تعطي معنا الخطأ زي ما اقول mistake mistake معناها خطأ وعندي الصوفيكس اللي في اخر الكلمة الن اي اس اس دية تعمل ايه تحول الصفة الى اسم تحول الصفة الى اسم زي mind 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 معناها اليقظة وعندي كلمة happiness معناها معناها السعادة مع كده عندي الف يو ال وهي من اشهر الصوفيكس بتيجي في اخر الكلمة ودية تحول الاسم الى الى صفة زي mind معناها معناها يقز معناها يقز وعندي بعد كده برضه في صوفيكس مشهور اللي هو الى اس اس اي ده بيجي في اخر الكلمة يحول الاسم الى الفعل يحول اسم الى فعل زي تبقى معناها معناها يدرك